سيدي للسير نذكر اسم الزوجة أو الزوج أمام الناس نرجو من أمير أهل السنة أن نوضح لنا الأمر يجوز أن تدعوى المرأة زوجها باسمه أمام الناس ولكن من الأدب أن لا تذكر اسمه أما تسمية الرجل زوجته فلا أذكر أني قرأته في كتاب إلا أنه من الحياء أن لا يذكر اسم أمه أو أخته أو زوجته أمام الناس وكانت لأختاني أصبحتا شيبتين إلى أن توفيتا وأنا أصغرهما ولا أذكر أني ذكرت اسمهما أبدا ولكن من ذكر اسمها لا نقول أنه يأثم